ماهر انت ممكن عم تلحق اسم الله حفلات ان كانت بلبنان وخارج لبنان وين بتحب تفاعل الجمهور اكتر معك بالحفلات بالمطار او بالسوق انت عم بتعمل شوپنج خليني اقلك شغلي لكن كلمة ايكون في عندي حفلة ناس بتقصد بده تجي تتابعيك وتقطعك كارت كرميل تحضر لك حفلتك وهيك هيدا الشي كتير بحمسنا ما بتفرق ان كان بلبنان ولا برات لبنان انتين ما اعرف انه لو شخص واحد جاكر ما ليل نفس الحماس بيكون عندي بكل الحفلات بتعطي من قلبك مزبوط مهر شفت عندك على انستجرام فيديو مسميه المسرح ملعبنا وكتير حبيت الرأسة انت ما بتتبك مع المصبحة خبرني شو القصة ايام بكون على المسرح بتحمس يعني قد ما بيكون في ناس بالحفلة وهايك بلاقي كلنا انا ما بترقص الا انا عم غني لانو العالم يتحمس و بس يشو بوصل لمطرح خلص بحط المايكروف معجنة بسينا انا قدبك يعني بتحمس كتير اكيد رح نشوف هالشي خلال الحلقة انت بالالفين وعشرين غنيت الدولار بعش تلاف ايام اتلاقي ايامي عليك وقتا مهيك جنه بوقتا يعني ما بعرف لاش هالقد لمتني الناس وكأنه انا طلعت الدولار يعني بالالفين وحضو عشر صار اكتر من صار سبعة وعشرين هالف وشوية فشو تركي لبعدان عن جد بوقتا قامت لقيامي وكأنه انا حق عليا انا كنت عبوصل من وراها مسج انه انتبهوا حيطلع الدولار بعد لوان رايحين خلا نوعا في ناس فهمتها غلط ايام زكي ايام زكي ايام زكي ايام زكي وكان عم يدرس الاوضاع بعارف انه شايفيه طاير الدولار طب الليلة شوفوا تغني عن هالموضوع انه دولار خطة سبعة وشرين آن ايام زكي منقول شوف الدولار عم بيطير وضع خطير عمره أصير وشوف الدولار عم بيطير عالمسرح أنا من فترة صار لهلأ عم بيصير غنيت الدولار عشرة وكله نقش ضدية كبير ننبكير وعبكير شوف الدولار عم بيطير ننبكير وعبكير شوف الدولار عم بيطير صرنا باثنين وعشرين إخي على الواحدة وعشرين نضلينا بهيد الحالي سجلي للدولار خمسين نضلينا بهيد الحالي سجلي للدولار خمسين خمسين إذا ضلينا بهالحالي خمسين لتحضر كل برامج الـ LBCI زرنا الآن على www.lbcgroup.tv